دي مصر يعني وبعدين يعني الواحد عنده فرصة أنه يرفع اسم بلده فدي بالنسبة لي أنا حاجة يعني حاجة غريبة يعني بجد شعور مفيش أحلى من كده في راش أدرينا اللي كده جات اللي هو أنا كنت مبسوطة اللي هو ده اللي أنا كنت خايفة منه لأ ده تحفة فأنا كنت مبسوطة بي قوي يعني أنا رزاليا ببشوف اسم بلدي عمتاً وبسمعه يعني ببقى عايزة عايزة بصراحة أنا بقيت يعني عندي ثقة في نفسي أكتر كتير إن أنا يعني هقدر أعمل حاجة طالما أنا حطاها في بميلي وعايزة أعملها أنا طول عمري يعني دايماً الحمد لله شايف إن ربنا لي إرادة في كل حاجة بس دايماً كنت عارف إن على قد ما تتعب على قد ما هتلاقي فهمت الدنيا بدري قوي يعني فهمت كل حاجة أنا حس أنه لو رحت اشتغلت في أي مكان أعرف هتعامل مع مين وأعرف هتكلم مع مين وأعرف الشخصي اللي قدامي ده هتعامل معها إزاي؟ وإحنا شغالين بنبقى شغالين مع الشباب الجميل ده شغالين وبنشوف فيهم الأمل وبنشوف نفسنا إحنا كسندوق رعاية مبتكرين إن إحنا شغالين في صناعة الأمل اللي سمى النجاح رحلة كان عنده حق رحلة يعني ناس ومحطات مشاكل وتحديات عزيمة وإرادة وعمل خوف وقلب أمال وضموحات وشوية حاجات وكل ده بيهون لما توصل لآخر الرحلة وتحس بالنجاح موسيقى 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 موسيقى